اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الحياة مع حنان عوات النهاردة عاوزة اتكلم على موضوع مهم جدا جدا وهي شركات التسويق الشبكي او الهرمي او التسويق متعدد المستويات ليها كذا اسم وفي العالم الغربي كانت منتشرة جدا جدا ويمكن ابتدت من زمان قوي من الالف وتمنميات وطبعا دخلت عالمنا العربي ولكن مؤخرا انتشرت انتشار النار في الهاشيم وطبعا معرفتي بالشركات دي بحكم عملي في البزنس وفي التسويق وخاصة في الانترناشونال ماركتينج في التسويق العالمي او اللي هو في اكتر من دولة طبعا تطرقت ودرست هذا النموذج من الشركات او من الاعمال وطبعا لان انا ليه اصدقاء كتير في اكتر من دولة منهم خاصة صديقات منهم الكثيرات اللي انضممنا للشركات دي وعلى مدار العشر سنين اللي فاتت شفت ناس بتدخل المجال وبتطلع منه وناس تانية بتدخل وتطلع منه وهكذا وانا نفسي ناس كتير قوي عرضوا علي الاشتراك في هذا النموذج من الاعمال والشركات علشان كده جمعت كل المعلومات اللي اعرفها عن الموضوع ده جمعت خبرتي جمعت كمان الخبرات اللي شفتها من الستات اللي انا اعرفهم وقررت ان انا اعمل هذا الفيديو علشان لو قررتوا ان انتم تنضموا لمثل هذه الشركات بحثا عن ان انتم تعملوا دخل جديد او دخل اضافي للأسرة او حاسين ان ما عندكوش مواهب او مهارات ممكن تشتغلوا بيها او مش لقين شغل او الكلام ده وقررتوا ان انتم تنضموا لشركة من هذه الشركات تكونوا على دراية بكل الامور طبعا هذه الشركات البداية ان في منتج او عدة منتجات والمنتجات دي عادة بتكون منتجات بتخص العيلة بتخص حياتنا العادية الصحة الجمال وفيها كمان طابع انها بتستهلك يعني مثلا كريمات بتخلص ادوات تجميل بتخلص شمع بيخلص برفانات فيتامينات حاجات للصحة حاجات للتخصيص كلها منتجات يعني بيروج لها ان هي بتستخدم استخدام دائم وعلى طول بنحتاجها وعلى طول بنستخدمها وكمان انها منتجات فائقة الجودة واي ان كان المنتج مش هو ده دلوقتي القضية ولكن هي البداية ان بيبقى فيه منتج او مجموعة من المنتجات تسويق هذه المنتجات ما بيتمش عن طريق الاعلانات او ان انت تدخل لمحل او لصيدلية وتقدر تشتري المنتجات دي يعني مثلا مجموعة من الفيتامينز مثلا مجموعة من الكريمات ادوات التجميل كل الحاجات اللي ممكن نشتريها في صيدلية نشتريها في محل لأ هما ما بيتبعوش ده وبيتم البيع عن طريق مباشر ما بين مندوب او مندوبة المبيعات والاشخاص وطبعا فيه احصائيات مؤكدة بتؤكد ان الناس اللي بينضموا لهذه الشركات بهدف انهم يعملوا ربح الربح بيكون قليل جدا 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 لا يقارن بالدخل اللي كان ممكن يحصلوا عليه لو راحوا فعلا دوروا على وظيفة واشتغلوا وللأسف بقى كمان في نسبة كبيرة جدا تصل الى 80% من الناس اللي بتدخل هذه الشركات بتخسر فلوس بالفعل وارجع تاني اأكد ان بيع المنتجات دي بيتم عن طريق المبيعات الشخصية عن طريق مندوبين ومندوبات مبيعات بيروجوا المنتجات دي لأصدقائهم لأصحابهم لعائلتهم وهنتكلم على اساليب تانية بعد شوي ليه انا بكرر كلمة مندوب او مندوبة مبيعات لان هو ده التوصيف الحقيقي لاي شخص هيشتغل مع هذه الشركات ولكن بيتم الترويج لها انتي هتبقى صاحبة الشغل انتي هتبقى حرة نفسك انتي هتبقى هتبقى يورقون باص هتبقى رئيسة نفسك هتبقى بيزنس ومن لا انتي مش بيزنس ومن انتي ما عندكيش بيزنس انتي بتشتغلي مندوبة مبيعات وللأسف كمان النظام اللي انتي بتشتغلي من خلاله ما بيدكيش امتيازات مندوبين المبيعات اللي بيشتغلوا في شركات اخرى بشكل مختلف عن الشكل اللي انتي بتشتغلي فيه لان مندوبين المبيعات في منهم بيشتغل بمرتب زائد عمولة وبيكون ليهم امتيازات الشركة بتوفر لهم اللابتوب اللي بيشتغلوا عليه بتوفر لهم المواد الترويجية اللي بيستخدموها اذا كانت عينات اذا كانت برشورات اذا كان بيزنس كارد اذا كان اي حاجة زي كده الشركات بتغطي موصلتهم الشركات ممكن كمان حتى تديهم عربية يستخدموها اثناء ما هم بيشتغلوا شغلهم كمندوبين مبيعات ولكن انتي مندوبة مبيعات فقط بالعمولة وانتي اللي بتدفعي للمواد الترويجية اللي بتستخدميها لترويج منتجات الشركة ودي بيسموها الانيشال كيت مجموعة من المنتجات والمواد الاخرى اللي بتشتريها وبتدفعي فيها فلوس علشان تغديها وتسوقيها سواء المنتج تبيعي والمواد الترويجية دي تستخدميها لما تيج بيعملوا حفلات بيعملوا لقاءات بتتكلم مع الناس القريبين منك او الناس اللي انت مستهدفهم فبتديهم هذه المواد الترويجية النقطة الاخطر كمان هو ان الربح مش بيعتمد فقط على المنتج الفعلي اللي انت بتبيعه ولكن بيعتمد فعليا على الناس اللي انت بتستخدمهم عشان يكونوا مندوبين مبيعات تحتك ومن هنا جه كلمة التسويق الشبكي او التسويق الهرمي شبكة لان احنا متشبكين مع بعض انا ببيع لقريبي وبجند مندوبين مبيعات تانين مندوبين المبيعات دول لما بيبيعوا المنتج او بيجندوا مندوبين مبيعات تانين انا باخد عمولة بس بتبقى عمولة يعني عمول عبيطة خالص فبيبقى على شكل الشبكة او بيبقى على شكل هرم لان كل شخص فينا مثلا انا حجند اتنين الاتنين دول كل واحد فيهم حيجند اتنين فبقى اللير اللي تحت بقت اربعة وهكذا وبينزل كأنه هرم وهنا بقى الخطورة الشديدة ان المبيعات ما بتعتمدش على المنتج الفعلي اللي بيتباع ولكن بتعتمد على ان الواحد يجند مندوبين مبيعات تانين ويستقطبهم عشان يدخلوا السيستم اللي هو دخل فيه نقطة كمان ان لازم علشان تحقق ربحية معينة وعشان تصل لمستوى معين خدوا بالكم ان هم بيعملوها زي ما تكون مسابقة وعشان تصل لمستوى معين لازم تفضل تشتري المنتجات مالهمش دعوة اذا كنت هتعرف تباعها ولا لا هتعرف تسوقها ولا لا ولكن انت مرتبط بكوتة معينة من المنتجات بعدد بكمية معينة من المنتجات هذه الكمية لازم تشتريها الاول حتى ولو اشتريتها بسعر مخفض عادة بيبقى التخفيط حاجة بسيطة بتشتري المنتج منهم الاول بسعر مخفض وتبيعه بهامش ربح طبعا بسيط بس لازم انت او انت اللي تدفعه فلوس وتشتروا المنتج الاول وتستحوذوا عليه الاول قبل ما تبتدوا تروجوه للاخرين واتبيعوه للاخرين فيه كمان شركات بتقولك علشان تفضل في البزنس لازم يبقى فيه رسوم معينة او لازم فيه تدريب تستمر في ان انت تعد تحضره ومندوبة المبيعات او مندوبة المبيعات بيدفع وتمن تدريبهم دو وتمن حضورهم دو وممكن يكون معمول مثلا في حتة بعيدة فالمواصلات عليك كل الكلام دو مع ايهامك او ايهامك ان انت سيدة اعمال ان انت يقرى بيزنس ومن ان ان انت مديرة نفسك انت اللي بتحددي تشتغلي امتى وتشتغلي مع مين وانت اللي بتحددي عدد الساعات وقعدة في البيت فانت بتعدني بأولادك في نفس الوقت ولازم بيكون عندك مخزون فبيبقى بقى في البيسمانت بيبقى في قوضة من القوض في دولاب من الدوليب مخزون كبير من هذه المنتجات والشركة دايما بتعيد طرح منتجات وتنزل منتجات جديدة في كل مناسبة منتجات خاصة لعيد الام حاجات مثلا كمية محدودة اغتانم الفرصة والشركات بتروج لمندوبين المبيعات وهتلاقي الانسانة او الشخص اللي استقطبك وجندك يقولك املى مخزون عشان المنتج دوه حيقف انتاجه او ان دي كمية محدودة فكل مندوبين المبيعات التانيين او كل البزنس اونرز التانيين حيتكلبوا عليه وهيشتروه خزن خزن خزني خزني المنتجات عشان تبعيها بعد كده للعمل بتوعك طيب مين بقى العميل اللي حنستهدفه اسلوبهم في الترويج هو ان الواحد يستهدف الاقربون الاول طبعا العيلة هذا المندوب او هذه المندوبة بيكونوا اول مستحلك او اول عميل للشركة لان هي نفسها او هو نفسه بيشتري المنتج وبنستخدمه في البيت يعني انا لو قلت انا مندوبة مبيعات في الشركة دي او اشتغلت مع الشركة دي اول حاجة انا ببقى العميلة الاوليني لاني بشتري كمية من المنتجات سواء انا بستخدمها او سريتي بتستخدمها والليفل التاني بقى الارايب التانيين وهكذا والاصدقاء والصديقات وبيبقى بيع بطريقة مباشرة شفتي انا جبت المنتج دا دا حلو جدا دا انت عندك المشاكل دي في بشرتك دا هيساعدك عليها انت عايزة تخسي الموضوع دا انا جربته ونجح وخسسني او الشامع دا هيخلي ريحة بيتك حلوة جدا جدا او المنتج دا هيخلي بشرتك تعمى قوي او المنتج دا هيزود وتافر بقى صحتك بشعرك مش عارف ايه الكلام دا كله فالليفل التاني للاصدقاء اي شخص مهما كانت علاقاته كبيرة جدا جدا هيقدر يبيع لكم شخص 10 20 100 200 300 500 لو هو بيع مباشر على مدار قد ايه على مدار شهر 2 3 سنة فهامش الربح اللي بييجي ما بيكونش هامش مشجع فينتقل بقى ايه للليفل التاني انه يجند الناس دي مش انت شتريت المنتج دا مش انتي جربت الكريم دا وعجبك طيب ايه رأيك بقى تحاولي تبعي لاصحابك وتاخدي المنتجات وهحطك في السيستم وتدخلي في السيستم وحتبقى موجودة وتقدري تشتري المنتجات بتاعتك ولما الشخص اللي جندني او الانسانة اللي جندتني تقولي الحق يشتري اروح انا بقى ايه للينا جندتهم وقلهم الحق واشتروا المنتجات دي وخزنوها وخلوها عندكم في البيت في مخزن عشان مش خطوط راح تانيها ليه عملية التجنيد دي لان هامش الربح اللي بيجي عن طريق البيع المباشر للمنتج مش كافي ابدا ابدا ولا يتناسب مع المجهود الفضيع اللي مندوبين المبيعات دول بيعملوه الحاجة التانية ان انا لو باعت المرة دي لأسرتي مفيش حد من اللي حوالي دخله يكفي انه يفضل يشتري مني على طول على طول على طول ولا ان المنتج بيخلص بالسرعة اللي تخليني على طول على طول على طول اشتري كميات كبيرة الحاجة التانية الاحتياجات متذبذبة انا ممكن الشهر ده اقدر اشتري من صاحبتي المنتج ده ولكن الشهر اللي بعده ما عنديش وده فعلا اللي حصل معايا لان انا كانت معارفة كتيرة فكنت دائما بادعى للحفلات تعالي حنان احنا عامين تجمع عندنا اروح للتجمع لقيه مثلا حفلة جولوري وشوية مجوهرات واكسيسوريز وحاجات زي كده وبصي ومش عارف ايه والله الحاجات دي جميلة وطبعا لانهم عارفين ان انا بحب الكلام ده وان انا بشتري الحاجات دي وممكن المنتج ما يكونش منتج حلو قوي وفعلا هو دي الحقيقة لان انا اشتريت مثلا جولوريز من ناس مع وعد مغلص ان الجولوريز دي لونها مش بيتارنش ولا اللون بيتغير ولا الكلام ده كله طيب حتى قدر استحمى بيها طبعا تقدر تستحمي بيها تقدر تخرجي بيها بس ما تحطيش عليها برفان ولا استحميت بيها ولا جبت نحيتها مية ولبستها بعد ما كنت حطيت البرفان خروجة في التانية وابتدى اللون يبقى وحش جدا جدا ومنتج سيء جدا جدا رغم الشركة كبيرة والشركة معروفة في المرة اللي بعدها لما برضو تعزمت تعالي احنا احنا عمين تجمع عندنا وبوتلوك وكل واحد يعمل طبق وفعلا روحت اشتريت حلويات وراحت على اساس انه تجمع بين الاصحاب لاكتشف انها حفلة تانية لمنتج تاني او لحاجة تانية او لنفس المنتج مش مشكلة فطبعا مش هشتري تاني لا انا اشتريت ولا تم تجنيدي فبالتالي يلا خلاص مع السلامة دي مش هيجي من وراها فايدة فالشخص اللي بيشترك في مثل هذه النشاطات الترويجية بيبقى طول الوقت بيجري في اليمين وفي الشمال علشان يهبش من ده حاجة ويهبش من ده حاجة ويبيع لي دي حاجة وتبيع لي دي حاجة وتجني الدية والكلام ده كله اللي هما بيتكلموا عليه ان انتي هتبقي سيدة نفسك وبيزنس وومن والكلام ده هتلاقي نفسك بتلفي في حلقة في حلقة مفرغة بتخساري فلوس كتير بتخساري صدقات بتخساري معارف وها مش الربح اللي بتعمليه بسيط جدا جدا والناس اللي بتنجح بقى ما هما فيه طريقة الاستقطاب بيجيبوا ايه بتروحي برضو حفلة من الحفلات دي او تجمع من التجمعات دي او دلوقتي عبقى على الانترنت طبعا ويعرضوا عليك اللي هي قصص النجاح بقى تلاقي ستات شيك وحلوة ولبسين حلو ودي اخذت عربية وسفرت معرفش فين وقضت اجازة مع مين مع عيلتها في مكان ما الكلام ده كله دول بيبقوا ناس معدودة دي افكركم انه بيبقى هرم بيجيبوا لكم قصص النجاح للناس اللي على قيمة الهرم لكن اللي في المستويات اللي بعدها دول الناس اللي مطحونة اللي بيحاولوا يطلعوا يعني الفوتات واللي فوق بيتقسموا معاهم الامولة لان خدوا بالكم ان كل مستوى من المستويات دي بياخد فرفوتة من هامش الربح عشان كده المنتجات دي بيبقى تمنها غالي لان هامش الربح الربح الخاص بالمنتج دوه بيضيع في المستويات المتعددة واغلبه بيبقى في المستويات الاولى واغلبه بيبقى داخل الشركة نفسها عن طريق بيع المنتج وعن طريق الدورات اللي الناس بتدفعها تمنها والمواد الترويجية زي البروشورات والحاجات دي برضو اللي الناس اللي هم المندوبين بيدفعوا تمنها طيب انا ست قاعدة في البيت ما عنديش امكانيات ما عنديش مهارات يعني بحاول احسن دخلي بحاول ازود دخل الاسرة بحاول اعمل اي حاجة ويجاتني الفرصة دي اقول لا ما تقوليش لا ما تقوليش اه الا اذا درستي الموضوع صح وعشان تدرسي الموضوع صح هقولك تعملي ايه بالزبط اول حاجة قيمي قدرتك على البيع ما هو ده برضو مهارة يعني حتى ولو هتدي حاجة لاختك وهتخليها تدفع تمنها ده مهارة فانتي مندوبة مبيعات هل عندك مهارات البيع هل بيعتي حاجة قبل كده هل جربتي ببيعي حاجة قبل كده هل اصلا قبل مفهوم ان انتي تبقي مندوبة مبيعات فيه صديقة من الصديقات بعد ما دخلت السكة دي خرجت وقالت ان هي طول الوقت كانت حاسة بضيق نفسي وانها مش مبسوطة علشان هي مش مندوبة مبيعات هي مش بيع بس الوظيفة فعليا بيع مع ان بيتم الترويج لها ان انتي صاحبة عمل انتي مش صاحبة عمل انتي بيع اصحاب العمل هم اصحاب الشركة الاصلية اي حد بعد كده بيعين فهل انتي عايزة تبقي بيع هل انتي عندك مهارات البيع هل عندك الاستعداد انك تضحي بالساعات الطويلة بتحاول تكلمي دي وتكلمي دي وتكلمي ده وتكلمي ده وتكلمي ده وتقنعيهم واخذي بالك ان بي برضو بيتم الترويج للحاجات دي ان انتي هتحددي ساعات العمل فتصطدمي بقى انك لو حددتي ساعة واحدة ما بتحصليش على نتائج فالساعة دي تبقى ساعة واثنين وتلاتة وهكذا هل المردود هيوازي الساعات العمل اللي انتي هتستثميريها في الشغل ده ولا كنت دورتي على وظيفة تانية بشكل تاني احسن النقطة التانية بقى هو انك لو هتعتمدي فقط على انك هتبيعي لاصدقائك ومعارفك فانتي هتبيعي لعدد محدود من الناس واللي هيشتري منك المرة دي مش هيشتري منك الشهر اللي بعده مش هيشتري منك الشهر اللي بعده فهل عندك طريقة انك توصلي لناس اكبر وعدد ناس اكبر من مجرد الاصدقاء والقرايب والمعارف لان في لحظة معينة هتستنفيذي كل الناس دول وهتطرقي لكل الابواب ومش هيكون عندك ابواب تانية فايه الخطة بقى هتجندي حد هتجنديهم برضو من المعارف والاصحاب دول هل المعارف والاصحاب دول ليهم معارف واصحاب خارج دايرة علاقاتك لانك لو عينتي حد او لو جنتي حد بيطرق نفس الابواب اللي انتي بتطرقيها هيبقى صعب انتي كده بتعيني منافس وده يمكن حصل ان فيه صديقة من الصديقات كانت بتبيع منتج معين وانا اشتريت منه لان انا بحبه بحب رحية بيتي تبقى حلوة والبيتي بقى نظيف والكلام دا واشتريت منها بعض المنتجات بعد فترة سيدة من اللي كانوا حاضرين تجمع من التجمعات دي بعتتلي وعرضت نفس المنتجات هي هي بالزبط لان صديقتنا المشتركة جندتها وخلتها من دوبة مبيعات هي كمان ولان احنا كلنا في مدينة واحدة وفي حيز واحد بقوا بيطرقوا نفس الابواب فدي نقطة مهمة جدا جدا لازم تحطيها في الاعتبار النقطة اللي بعد كده هي انك تحددي ايه هو الدخل المرضي بالنسبالك سيبك من ان هما بيقولولك فيه واحدة بتعمل عشر تلاف دولار في السنة اه سوري في الشهر وواحدة بتبيع معرفش بكم الف دولار واحدة كسبة عربية واحدة بتعمل كذا واحدة بتعمل كذا انتي ايه الهدف الحقيقي ايه اللي خلاكي تقدمي على هذا العمل ايه المدخول اقل مدخول هتعتبر انه مناسب ليكي سي مثلا مثلا ناس دخلوهم الفين دولار في الشهر لو زادوا الخمسمية دولار حيبوا مبسوطين جدا جدا خمسمية دولار زيادة مقارنة بالالفين دولار ده مبلغ كويس طبعا ترجموها لعملة بلدكو انا دخلي وتبر مية لو حصلت على عشرة زيادة حبقى مبسوطة ليه انا بقولي الكلام ده وعشان تشوفي الناس اللي بتعمل المبالغ الكبيرة دول اللي هم في قمة الهرم دول بعاد لكن القريبين منك بيعملوا دخل حقيقي قد ايه سيبك من الصور البراقة اللي فوق الناس اللي تحت اللي على مستواكي او اللي على المستوى اللي اعلى منك شوية ايه الدخل فعلا اللي بيدخلهم وهل ده هو نفس الدخل اللي انت هترتدي بيه ولا اقل ولا اكتر النقطة الخطيرة برضو كمان هي الاستثمار المبدئي اللي مطلوب منك تعمليه عشان تدخلي هذا البيزنس فيه منتجات هتشتريها فيه مواد ترويجية هتشتريها فيه دورات تدريبية هتحضريها الكلام ده كله له تكلفة انت بقى هتمولي الموضوع ده منين هل هتاخذي من مدخراتك اللي تعبتي فيها وتدفعيها هل هتاخذي من جوزك وتدفعيه هل هتشتغلي شغلانة تانية والدخل اللي بيدخلك من الشغلانة التانية الاساسية دي هو اللي هتمولي بيه المشروع بتاعك او البيزنس بتاعك هل هتاخذي في الكردك كارد بتاعك وتبقي على المكشوف دي كلها برضو امور لازم تفكري فيها كمان دوري على الشركة ودوري على اسمها ودوري مش بس على القصص النجاح دوري على قصص الفشل المتعلقة بناس اشتغلوا في الشركة دي دوري على المنتجات بتاعتها وهل هي فعلا منتجات بهذه الجودة الرهيبة لان دايما المنتجات دي بيتم الترويج لها ان هي منتجات كبيرة جدا جدا ورائعة ويمكن حصل مرة ان كنت ساجنة في عمارة وطبعا في العمارة في كذا سيدة بيشتغلوا مع الشركات دي فبيبقوا حاطين الكتالوجات والحاجات فكانت حاجات للبيت وخدتها وعلمت على كذا منتجة على اساس ان انا عايز اشتري هذه المنتجات وبالصدفة رحنا اللي هو دولار ستور اللي هو المحل اللي بيبيع كل حاجة بدولار لاربع دولار يعني اقصى حاجة في المحل ده اربع دولار وطبعا الكنسبت ده موجود في بلاد كتيرة عندنا في مصر يقولك باثنين ونص باثنين ونص اي حاجة في المحل باثنين ونص او كل حاجة بعشرة جنيه او كل حاجة مش عارف بكام المحلات دي ان هي بتجيب منتجات كتيرة جدا 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 بتحط سعر موحد للمنتجات المنتجات دي عادة جودتها بتبقى ضعيفة بتتكسر بتتعامل بس الواحد بيدفع فيها مبالغ زهيدة فما بيدقش وبيرجع يشتريها تاني ولقيت هذه المنتجات اللي موجودة في الكتالوج هي بالزبط موجودة في الدولار ستور فرق السعر قد ايه؟ انا فاكرة بالزبط ان كانوا مجموعة من العلب هنا في الدولار ستور بتتباع ب4 دولار في الكتالوج بتتباع ب12 دولار بعد الخصن يعني هي كانت بمبلغ اكبر من ال12 دولار وفي عرض دلوقتي اشتريها ب12 دولار هي هي بالزبط نفس المنتجات ويمكن ده اكد لي كمان لما روحت عندي صديقة من الصديقات ووريتني العلب دية وقالت لي هي جايباها منين عرفت لاني شفت المنتج نفسه وتأكدت ان هو هو نفس المنتج بيتباع في المحل ب4 دولار وبيتباع في الكتالوج ب12 دولار فجودة المنتجات مشكوك فيها سعر المنتجات عادة بيبقى مبالغ حتى بعد الخصن والعملة مش اغبية ولو دحكتي علي مرة مش هتتحكي علي المرة اللي بعدها فيه كمان نقطة مهمة جدا اسمعي للناس اللي هي بترواج لك الفكرة دية وبتقول لك تعالي معانا هل ملحين هل مهتمين قوي قوي ان هما يعينوا ناس يستقطبوا ناس يجندوا ناس يبقوا هما كمان من دوبين مبيعات ولا مكتفيين ببيع المنتجات بس لو فيه الحاح في ان انت تنضمني للسيستم هنا يبقى فيه الامر انك دخلة في هذا التسويق الهرمي او الشبكي وان ان انت برضو هيجي عليك الوقت البيع المنتجات مش هيكون كافي ولازم لازم تبتدي تجندي الاخرين زي ما تكلمنا في مهارات البيع نيجي بقى في المهارات الخاصة هل هتقدري تقنيعي الاخرين انهم ينضموا للسيستم دا ولا لأ عشان يطلع لك ربح معقول لما يجي صديق او صديقة ويعرضوا عليك الانضمام لشركة او بيع هذه المنتجات اسألوا الاسئلة دا هقولكم على ايه هي الاسئلة اللي تسألوها اسألوهم امتى انضموا للشركة وبقالهم كام سنة مع الشركة دا اسألوهم على الارباح الحقيقية اللي حققوها بعد خصم المصروفات مهم جدا جدا فيه حاجة اسمها دخل وفيه حاجة اسمها ربح الدخل هي الفلوس اللي انا بقبضها كلها لما اخصم من الدخل دا كل المصاريف اللي ما يتبقى هو الربح فاسألوهم الدخل اللي دخلكم قد ايه الربح اللي ربحتوه قد ايه يعني بعد ما دخل هذا الدخل وخصمتوا منه المصروفات المباشرة لهذا البيزنس ربحتو فعلا قد ايه ايه كانت النفقات اللي انفقوها في السنة اللي فاتت مثلا ايه هي المنتجات اللي اشتروها ايه هي الفلوس اللي صرفوها على الترويج والدعاية ايه هي الفلوس اللي صرفوها على التدريب لو الشركة بتاخد منهم فلوس للتدريب كل الحاجات دي اسألوا عليها اسألوهم على الاستثمار المبدئي اللي عملوه ايه المبلغ المبدئي اللي حطوه عشان يشتروا به المنتجات الاولانية او عشان ينضموا لهذه الشركة وهل المبلغ ده كان مبلغ متاح زيادة عندهم ولا استلفوه ولا حطوه على الكريدي كارد بتاعتهم النقطة كمان الخطيرة اسألوهم كام في المية من الربح او ايه الجزء من الربح اللي بيحققوه مرتبط بالمنتج وايه الجزء من الربح اللي مرتبط بتجنيد من دوبين مبيعات اخرين ممكن يكونوا ربحوا خمسين جنيه مثلا او خمسين دولار دولار واحد بس من المنتج اللي هم باعوه مباشرة والتسعة واربعين من الناس المندوبين المبيعات اللي هم رواجوا ليهم المعلومة دي واحدة وحدها كافية انها تكون ناقوس خطر الحقيقة التانية كمان اسألوهم كام شخص هم جندوه كام مندوب مبيعات تحت منهم علشان تعرف انت مستوىك فيين في الهرم السؤال التاني كمان لو قدرتوا تاخدوا عليه اجابة كام شخص هم جندوهم ودخلوا معاهم الشغل وسبوهم وماكملوش واللي سابوا الشغل ده سابوه ليه ولو قدرتوا تعرفوا بعض الاسماء روحوا دوروا عليهم وتكلموا معاهم مباشرة عشان يقولوا لكم على تجربتهم لان اكيد تجربتهم هتكون مختلفة تماما عن اللي بتسمعوه والزيطة الفضيعة الهيلمان الناس اللي بتجنتكم بيحاولوا يرسموا هذه الصورة البرقة النقطة التانية كمان اسألوهم ايه المخزون اللي عندهم والمخزون اللي عندهم ده بقالوا عندهم قد ايه ده هيديكم صورة للمخزون اللي انتو محتاجين تشتروها بالتالي الفلوس اللي انتو محتاجين تستسمروها والمخزون ده ممكن يعود عندكم قد ايه مقاعد مرطرت في البيت لغاية ما تلاقيه له فرصة انه يتباع يعني ممكن يكون على مسافة بعيدة على فترة زمنية بعيدة وتلاقي نفسك محتاجة انك تشتري مخزون فوق المخزون انا حاولت ان انا اتكلم على موضوع التسويق الشبكي او التسويق الحرمي باستفادة وان شاء الله اكلمكم على يعني نمازج اخرى من البزنس اللي موجود دلوقتي في السوق علشان تاخدوا بالكم وعلشان تكونوا على علم وعلى دراية بايه اللي بيحصل في السوق فما تكونوش عرضة لان يعني حد يستغلكم حد يستغل احتياجكم للفلوس حد يستغل يعني طموحكم ان انتو تعملوا حاجة لنفسكم والاسرتكم وحاولت اعلمكم ازاي تفكروا وتحللوا الامر وايه نوعية الاسئلة اللي تسألوها ولكن في النهاية القرار قراركم انتم هذا النموذج ممكن ينفع مع بعض الاشخاص وممكن ما ينفعش مع بعض الاشخاص ولكن من اللي انا شايفاه ومن الاحثائيات ومن تجارب ناس انا تكلمت فعلا معاهم واعرفهم شخصيا ومحاولات استقطابي ان انا ادخل في الموضوع دوه ادتني يعني قناعة ان الموضوع دوه بيروج ليه على انه حاجة اكبر من حجمه لو عجبكم الفيديو ياريت تعملولو لايك وشير عشان كمان الاخرين يستفيدوا واشتركوا في القناة لو ما كنتوش لسه اشتركتم وفعلوا زر التنويهات عشان لما اعمل فيديوهات جديدة اليوتيوب تقولكم ان في فيديو جديد تم نشره أشكركم أشوفكم فيديو جديد